انا يمكن احنا واحد بيتكلم التسلسل بتاع الكلام بخلي الواحد الكلام بيطلع سهل اوي لما جالك عقد الاحتراف طرعت ساوس هامتون الاول وانت ما كنتش خايف لما جالك اما اقول لك انت هتحترف برا مين اللي ساعدك كمان ولك ايه لازم تطلع تحترف طبعا اصلا موضوع الاحتراف ما كانش في النغي حتى وانا بلعب كاس العالم ما كانش فيه موضوع يعني موضوع الاحتراف ده كان بعيد تماما عن ذا بعيد اه يعني بعد كاس العالم لقيت ناس بتتكلم يعني ومش انا بس يعني كابتن احمد شبير الكاس جيلو مثلا عقد في احتراف لا بكاس العالم جرائك انك تطلع وتلعب تحترف برا ودك ثقة بالزبط انت لابت قدام لعيبة من العصب لعب في العالم دي اللي بتكلم عليها توابع ما بعد كاس العالم يعني وانا بلعب كاس العالم بعد حتى ما خلصنا ما كانتش فيه حاجة في دماغي اسمها اه ده اخلص هحترف فالموضوع كله ان بعد كاس العالم جات سمعنا اه بعض العروض هاني جاي له ساوس هامتون اي رأيك لان فيه الاجنت كانوا موجودين وبدأوا يتكلموا انت ايه اللي ضرف تفكيرك سعيد كنت خايف كنت طبعا قدت يللان جدا مش هتحك عليك يعني انا طبعا كنت سعيد قوي وعايز اخد التجربة بشكل كبير لكن كان فيه قلق ما فيش شك يعني خاصة انما كنت حابب تاخد التجربة اه طبعا اه طبعا يعني كنت حابب جدا اخد التجربة ديت لان خلاص الفترة بتاعت كاس العالم ان احنا لعبنا كاس العالم وفترة الاعداد اللي عملها لنا كابتن محمود الجواري ان احنا رحنا لعبنا المانيا الشرقية وروحنا لعبنا لسكوتلندا واسكوتلندا والشيك بدأت اتعرف على الكرة الاوروبية واليابان واليابان يعني بدأت اشوف اجواء مختلفة بدأت اخش في اجواء اللعب مش غريب بالنسبة لك بقى مع الناس دي الشكل مختلف بالنسبة لي يعني اه ولقيت نفسي قادر ألعب يعني لعبنا مباراة امام سكوتلندا وكسبنا ثلاثة هناك لعبنا قدام للشيك وكسبناهم وفي اليابان كسبنا واحد صف ولعبنا في المانيا المانيا كان ساعتها لسه المانيا الشرقية لعبنا مباراة قوية هناك فكل دوت لما جي موضوع الاحتراف قال لا يعني داني شوية ثقها ان انا قادر ان انا ممكن اخدها جرائك اه بالزبط طيب لما رحت ساوس هامتن وعدت فيها اسبوع ودمرنت وحسيت بنفسك بعد ما حصلش ان هو توفيق في حتة دي طول اللي كان الجانب المادي هو ده اللي قال لي يعني انت فكرت فيه قلت لا خلاص باش احترف تاني ولا كنت خايف ولا ايه اللي انت فكرت فيه بص يا كابتن بكل امانة ما كانش الموضوع بالنسبة لي سيريس اولي الدرجات دي يعني خلاص ما فيش توفيق في الجانب المادي خلاص انا كده كده متواجد في النادي الاهلي ولسه عندي مشوار طويل اه في الوسط جيه بقى ظهر اه نيشة تيلزا ماكس عن طريق كامل ابو علي ايوا مستر كامل ابو علي مستر كامل ابو علي اللي منقول له مبروك طبعا رئيسة النادي المصري منقول له مبروك وهو يعني قادر انه يعني هيقدر بلقوا عمل شغل كويس ما شاء الله فمستر كامل جيه وتكلم معي وقال لي عازة اتكلم اروح النادي الاهلي وطوله اتفضل يعني راح وتكلم مع راح بالبوابة اه طبعا راح على طول طبعا مفيش حاجة من برة ان حد يخرج برة بوابة النادي الاهلي مش مقبولة يعني فراح طبعا وتكلم مع المسؤولين ويمكن عارض النادي الاهلي كان عارض مبلغ كبير في الوقت دا كان عارض مثلا عشان هاني يحترف برة حطين مليون دولار فمليون دولار سالة 90 كان كتير يعني اوي فمستر كامل فبقول له يعني انتو شبتوني ازاي فقال لي احنا كنا كان بيفرج هو فاكيناتي فاكيناتي دا رئيس النادي رئيس النادي نيشاتل في الوقت دا كانوا بتفرجوا على مباراة مصر و هولندا في كاس علام 90 في كاس علام 90 تعادلنا فيها دي واحد واحد اه بالزبط ورئيس النادي قال يعني دا على لسان مستر كامل كان قال لي رئيس النادي شاف انك لعيب كويس و صغير وتابعك في الماتشيني اللي بعد كده كان مباراة ايولندا و مباراة انجلترا و قال يعني احنا عايزين اللعيب دا يكون موجود عندنا فهو جاي منذوب عن رئيس النادي و راح تكلم مع النادي الالي فعمل الديل والديل كان لسه برضو خلي بالك لعيب مصري صغير في السن و يطلع اوروبا ما كانش برضو فيه ثقة الاوروبية و انت اول لعيب سفرت كان قبليه اعتقد كان مجدي عبدالغاني كان مجدي عبدالغاني كان مجدي عبدالغاني في اليونان لكن على المستوى رحمد حسن بعديك ولا قبليك لا كل اللي تلع بعدين بعدين فكان عمل ديل مع النادي الالي قال له احنا ست شهور هندفع ثلثمائة الف دولار خلال الست شهور دا هاني قادر يكمل هنكمل ما كانش كده هنرجع وبالتالي طلعت ويمكن الحمد لله بعدها بشهر ونص يعني الحمد لله ربنا قرمني هناك وعملت مطشاة كويسة فالديل تم بعدها بشهر ونص وانتقلت بقى رسميا لنادي لما رحت نيو شاتل بعض الناس بتفتكر الاحتراف دا مغير دا روح هلعب كورة وفات وفات وما فاتش يرجع وخلاص انت كنت خايف لما رحت نيو شاتل وبدأت هلعب كورة وبدأت تحتك بكورة اوروبية وكلام دا كله هل انت فكرت بقى هنا بقى اللعيب اللي بقى هنا لازم عنده ارادة وعنده تصميم زي محمد صلاح ما راح راح هنا ما حصلش طوفي وراح بعد كده ايطاليا بعد رجع من ايطاليا تاني على انجلترا انت فكرت في ايه بص يا كابتين هو اول تفكير كان الصعوبة نفسها في انك تسيب اول عن عيلتك دا انا كنت صغير اول مرة سافر دا كان بالنسبة لي جزء عادش من عيلتك سافر معك لا خالص كان وجولي بعد كده لكن طبعا سافرت الواحد فده كان على المستوى النفسي شوية عالمستوى العيل انت عايش ازاي في الفترة دي حاجة لحضراتك ان دي كانت جزء جزء التاني ان انا ان انت رايح بقى على بلد مختلفة تماما ثقافة مختلفة اللغة مختلفة الجو مختلف يعني حاجات كتيرة مختلفة فكنت طالع بكل القلق دا لكن كمان كنت سعيد كنت عايز يعني اثبت نفسي كمان في الفترة في فترة ما كانش فيه احتراب بشكل كبير قلت ثلاث شهور اه اه فانا اذا من أثبت نفسي ينعاوز على فترة انا ما كنتش عارف موضوع التلاث شهور دا خالص اه لان اللي قالولي مستر كامل اللي قالي على فترة احنا كنا واخدينك تلاث شهور بس عشان نشوف الدنيا ايه لكن هو انا ساعة ما روحت انا رايح ان انا مكمل يعني ما نفعش ياخدوني شهر فلا بص يا كابتن التجربة الاحترافية يعني انا مريت بظروف صعبة جدا اكيد طبعا اولا روحت هناك حتى ما بيكلموه انجليز ما فيش لغة دي نمرة واحد نمرة اتنين انا فاتر كويس قوي ان كان الاول تمرينة يمكن انا روحت في فصل الشتاء يعني انا روحت في بعد اه سويسرا جو فيها صعب يعني انا كاس العالم كان خلص في شهر سبع تقريبا كل ال رهت على فاطلعت على لغمبر او ديسمبر ديسمبر اه كان طبعا تلج مغطي الدنيا انك بتنزل بادري الساعة 9 الصبح وتروح كانت درجة حرارة 14-15 تحت السفر اللبس مختلف انك لازم تلبس اللبس عشان التمرين اه الكورة نفسها حمرة بتلعب على الارضية نفسها بتاع الملعب فدي ده ده كان تحدي تحدي على مستوى على مستوى الان جو على مستوى ثقافة الناس على مستوى اللغة الجزء التاني بتتكلم ان العيب الكورة انا ما فكرتش في وقت بالوقات اللي انت بتتكلم فيه دي انك ترجع بص مش هتعك عليك اه فكرت في وقت من الوقات لان انا كان يومي صعب جدا انا بصحة الساعة 7 ونص الصبح كانوا بيجي عربية من النادي تخدني عشان مش عارف الطريق بتنام الساعة كامل اول لا انا بنام على الساعة 19 وغزبا عنك في سويس لا مفيش طبع ده عن ماتش نيو شاتل دوت وده كان مع ريال مادريد لا ده مع السلت الجلاسكو ده مباراة كنا بنلعب في الوافا ده ابراهيم ده حسام حسام وانت نيشة مبعد في سويسرا انا وحسام وطبعا كسبنا المباراة دي يمكن خمسة وحسام احرز اربع اهداف في المباراة دي جاي بجول العالمي لا جاي بجول عالمي لا جاي بجول اربعة جول في السلتك تخيل بتلعب ونيو شاتل ما كانش الاسم الكبير قوي وعلى فكرة قبل حتى المباراة دي كان فيه مباراة مع ريال مادريد ويمكن خرجنا كان خرجنا من كنا كسبنا واحد سفر برضو في نيو شاتل وريال مادريد كان بكامل نجومهم يا اخي حسام ابراهيم دول تاريخ برضو طبعا تاريخ حقيقي يعني حسام ابراهيم عملوا شكل في نيو شاتل بس ده اللي بتكلم عليه اللي يولام عليه حسام ابراهيم فكرة اتعامله شوية مع الاحتراف انه هو داخل الملعب بس اللي هو التسعين دي ده دي الثقافة في كل شي يعني كانوا مكسلين شوية يتعلموا لغة فده اثر عليهم انهم يتعاملوا شوية مع اللعيب او مع المدرب او مع المجتمع خدت وقت دي لما تعلمت اللغة في سويسرا تعلمت فرنساوي فقعدت حوالي تقدر دول سنة سنة اه وكان دايما هو في حد بيجي يعلمني في دروس والنادي بيجيب لك مدرس يعلمك فرنساوي هل دي بتبقى حاجة بتعوخك في الاول انك مش فاهم وكلام دي كله مشكلة انك تقعد في قدة اللبس مثلا كلهم بيتكلموا فرنساوي انت الواحدة مش عارب بيقولوا ايه فانك تتعلم لغة دي ده حاجة اساسية كابتن المدربين والخبار لما بيتنقلوا من نادي النادي بتعلموا اللغة اكيد اكيد يعني اكيد يعني متلم على يوجن كلوب الماني اه اتعلم انجليزي عشان يمسك ليبر بول اه اه محمد صباح لما راح ايطالي اتعلم ايطالي لما لا ده اتعلم رواحة اه طبعا اللغة دي عامل من العوامل المتساعد هتقضي خمس ساعات في النادي اصفي ناس بلوك الكورة مش محتاجها لغة مشاورة لا لا خلاص يعني فكرة مهم جدا عملية اللغة انك تتعلم لغة طبعا مهم جدا انك عملية الضريحي اللي انك تكون يعني لازم تكون مركز ومنتازمة بدأ من اللعبة الافارقة había فرنساوى صدح بسهل بلاب في الاحدة لعلوا مغرب والجزائره وتونس سهل جدا بلابوا فرنسة كاميرون والسنغال وغان جerne ظهج ده جزء طبعا غير الفنيات وغير الامكانات الفنية المهمة انتتعلمت فرنساوى المانية انا تتعلمت فرنساوى هناك في سويسرا ويمكن كنت بتتكلم شوية إنجليش ساعدني شوية في الأول لكن اتعلمت فرنساوي وفي ألمانيا أكيد كمان اتعلمت ألمانيا هل توقت في ألمانيا؟ أقل شوية اللغة الألمانية أسهل من فرنساوي؟ مش أسهل لكن فرنساوي بيساعد اللي ساعدني هناك حد قال لي قال لي نصيحة وأنا مشيت عليها قال لي بص حاول تتفرج على التلفزيون الألماني كتير حاول تنزل انت وتتكلم وتغلط ما فيش مشكلة ما تتفرجش كتير على أو ما تسمعش لغة مصرية كتير يعني ما تروحش البيت تتفرج مثلا على القناة الفضائية المصرية تقولش في المطعمية هتنسى بقى العربي والألماني تعلمت الألماني بصورة تعلمت الألماني أعادت طبعا فترات طويلة فأنا بتكلم ألماني بشكل كويس